اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا فيكم يا اعزائي انا مورة فرحانة انكم رجعتوا لي قناتي ولو سمحتوا اذا ما صوتوا سابسكرايب لسا فليز يعني سو سابسكرايب مادرش تستنوا مادرش مادرش مسابحتكم خلنا دخل في موضوع اليوم موضوع اليوم هيكون عن لينا والعبايا فراح احكيكم عن رحلتي مع العبايا كيف يعني اتغيرت يعني في البداية كيف وانا صغيرة ما كنت تلبس بعدين صارت تلبس بعدين صارت تغطي وجهي بعدين من عبايا تكتف لعبايا تراس يعني كيف كانت علاقتي مع العبايا اوكي يلا مستعدين مادرش اضحك احسيت انه حيكون فكرة حلوة اني اصابي فيديو عن العبايا وراح اوريكم بعض الصور شكلي وانا لابس العبايا وانا صغيرة وانا متوسط وانا كبيرة يعني كل الامار طبعا يعني وانا صغيرة استمتعت بحياتي استمتعت بحريتي اجري وانا اطنيط واركب البسكوليتا واصبح فيعني كان عندي كل حرية اني اصوي كل هالنشاطات بس طبعا بعدين يعني لما صار عمري 13 بدت البس العبايا بس الكتف بدون اي طرحة فلبست العبايا يعني خربت عليك اشياء كثيرة ما استفت اقدر اروح اسبح ما استفت اقدر يعني بعد فترة كده بدت امي تقوليني يعني لازم البس طرحة وشبت لي طرحة ولازم اغطي شعري ما كنت احب البسها مدري لما البسها كده احس انه شكلي مو حلو ما كنت متعودة على شكل الي اظن اول شي الفاشن كنت احب البس لبس مختلف كل يوم الوان مختلفة ما استفت اقدر اعبر عن يعني نفسي من ناحية اللبس وبعدين صار حتى الشعر كنت احب اسوي تصريحات كثير في شعري اشكال مره كورلي مره ام ادرك هيف مره بريدز مع الوقت مع الوقت يعني صار يقولولي لازم اغطي وجهك لازم اغطي وجهك اوكي يلا غطيت وجهي فيعني كده مريت في مراحل يعني رفت شوية 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 كل ما اتغطى اكثر 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 احست بدت احسك انه شخصيتي بدت تروح يعني لينا هذي لينا اللي تلعب وتحب الحياة تحب تكون كده يعني كرييتف بلبسها وبشعرها وتصريحة يعني كلها صرت خاص مع دكترا سوي معا 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 بدت شخصيتي بقى يعني خلاص كل شي لا 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 خلاص مين لينا مين اعرفت ما عد بقي انسانة هنا بس شي كده اسود مهمة ادخل في الماضيع الزعل ففي المدرسة في الابتدائي يعني كان لازم تلبس عباية على الكتف على قل بس بعدين في المدوسط لازم تلبس عباية على الراس فكانت في مدرسة تجلس عند الباب عند باب المدرسة اوكي وتطالع البنات تشوف البنات كل اللي يخرجوا لازم يكونوا لابسين اذا كانوا ابتدائي معلش عباية الكتف معلش بس اذا كانوا متوسط توقفهم وتقول فين عبايتك على الراس ليش ما تلبس عباية على الراس فكانوا يوقفوهم بكرة لازم تلبسها على الراس ولا ما تطلعي من المدرسة ألماني اهلك يجيبوه لك عبايتك على الراس اوكي اكشلي انا بالنسبلية لانه كان شكلي صغير ولسا اي شكلي اصار من عمري فكانوا يحسبوني من الابتدائي كان يمشوني امشي يشوفوا يحسبوا الابتدائي ما يقولوا شي بس بعدين بعد يعني مادرسانة وشيء زي كذا يعني بدأ الشكل يصير اكبر صار شكلي اني متوسط فصار يوقفوني ويقولوا لي فين عم بايتك على الراس انا قلت اخ كثير بنات يغطوا وجهه بس عشان الاستاذة ما تقولوا شي و اول ما يطلعوا من عند الباب تكشف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أصدر عندي عبايتين عباية على الرأس عشان المدرسة وعباية الكتف هي عباية اللي أنا ألبسها وقت الخروج بس بعدين رحت مدرسة ثانية وكان عادي أن تلبس عباية الكتف لما يحتاج تلبس عباية الراس كنت فلبست عباية الكتف يعني السنوات اللي بعدها وتخلصت من عباية الرأس هذي لما كنت أغطي وجي هذا كنت يعني مرة أكره أكثر شي ولما نركب السيارة وما أقدر أشوف شي ما أقدر أشوف شي بس أشوف لمبات أشوف لمبات السيارات أو يعني المحلات وأحس أني خلاص يبدأ يجيني صداع يجيني صداع كنت أكره أكره أغطي وجي أحيانا كذا يعني بس عشان عيوني عشان أقدر أشوف فكانوا يقولولي طب ألبسي نقاب بس ما كنت أحب النقاب وقت النقاب كنت أحس أنه كذا كني باتمان ما أحبي الأشياء يعني كني زوره مدري أنا يعني كثرة مرة ما كنت أحب العباية كانت يعني من آخر اهتماماتي ما كنت أفكر أني يلا روح أشتري عباية جديدة لا 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 بس أمي كانت دائما تقولي يعني يلا يلا لنا نشتريك عباية جديدة خلاص كم سنة لك ينفلي العباية وأنا قلت ما أهمني خلاص أنا ما أبقى ألبس عباية أصلا ليش أروح أشتري واحدة جديدة فكنت ألبس نرس العباية ألبسها نفسها نفسها يعني مدري كم سنة ألبستها ألم من ماما يعني تجيب لي عباية جديدة وتقولي يلا خلاص يلا ألبسي هذه جديدة وترمي القديمة وأنا قلت طيب بس في فتات كانوا يعني مرة ينبسطوا على هالموضوع أنه يروحوا حتى عند الخياط ويسووا عباية جديدة بس أنا مرة ما كنت يعني كنت خلاص في بالي أنه حيجي يوم وماعد أحتاج ألبسها العباية ومن جد رحت الإمارات لما نعمري كان يعني 19 أو 20 سنة رحت الإمارات وقلت أنا ما عاد أني رح ألبس العباية إذا في الإمارات ما هو يعني أسرار مدام ما في يعني قانون أنه يكون لازم تلبس العباية ما رح ألبس عباية في الإمارات كنت مخلية واحدة عباية عندي في الدولاب بس عشان لما رح السعودية ألبسها فجلست معايا هذه العباية طول وقتي في الإمارات بنرسلها واحد عباية يمكن تجد السبع سنوات بس ماما طبعا اشترت لعباية جديدة وقلت له خليها عندك خليها عندك عشان لما أروح أنا السعودية ألبسها فقالت طيب كانت إلا تبغاني أخليها هناك عشان ألبسها في الإمارات لا 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 ما ها تقدر أغير رأي خلاص أنا عانيدة إذا أنا قررت أنا قررت فهذا الشيء صراحة يعني مرة كاني ضايقني حست أني عايشة دابل لايف عايشة حياتين ولينا اللي في السعودية غير عن لينا اللي في الإمارات فكنت عندما أروح السعودية كنت أغطي يعني مو بس إن وجهي وشكلي ولبسي أحس أني كنت أغطي من أنا عرفت شخصيتي يعني الشيء اللي أنا أحبها وأفكاري وأرائي يعني لينا كنت أغطي لينا ما حد راح يفهم على الشيء إلا اللي ما رأي فيه يعني المهم ففي الإمارات كان عندي صديقات إماراتيات وكانوا كلهم يلبسوا العباية بس العبايات الإماراتية يعني غير عن عباية اللي في السعودية غير كانوا يعني لاحظت أنه يعني عباياتهم طويلة طويلة وتسحب في الأرض لازم لازم تكون كذا بالسعودية لا كانت عباية يعني على على حد الأرض قريبا أكثر بشوية عشان ما تطيحي يعني والجزمة ما تدعس علي بس ما أدري هم كيف الإماراتيات تلبسوها كامرة طويلة وبعدين تسحب كل الغبار اللي في الأرض ما أدري كيف ما نكيفين بس المهم هم يعني يعني تعجبهم زي كذا أوكي بس في الإمارات يسووا العبايات هم يعني من جد مصممات يسووا يستخدموا يعني يعني أقمشها غير غير عن ما دي طرق طرق يعني مرة حلوة بس أنا مني يعني هذه شخصيتي أنا مرة بسعباية وحتى أذكر يعني واحدة من صحباتي الإماراتيات أذكر قالت لي تعرفي لينا أنت مرة محظوظة أتمنى أنا لو لو ما قدر ألبس عباية بس أهلي ما حيرضوا قالت لي لأنه هناك في يعني أنه الناس يتكلم وعرفته أنه لا 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 إيش يقوله الناس إيش يقوله الناس السمعة وهالأشياء يعني يعني ارتقوا كانوا يعني سعادة الناس أهم من سعادة بنتنا أوه هذا موضوع ثاني بقى الفيديو الحال يا أنا بالنسبة لي يعني مرة ما كنت أحب ألبس العباية حس أنها يعني خربت عليها شي كثير يعني ما حست أقدر أسوي الأشياء اللي كنت أسويها وأنا صغيرة يعني كده ضيقت من حياتي حس ما أدري هاي الشرطة جايتني الحين لم أتلبس عباية المهم فأنا خلت هذه العباية الوحدة واحد عباية عندي خليتها طلح أتي في الإمارات وبعدين مدري كم سنة وبعدين قلت خلاص I am done معد أني حلبس عباية أبدا وربحتها وصفيتها القرار يعني مع نفسي أني أنا معد رح ألبس العباية إن شاء الله يعني ما رح أضطر في حياتي أني ألبسها مرة ثانية أنا يعني أخيرا أحس أني يعني أخترت حياتي طريقة الحال اللي أنا أبغى عيشها مو أي حد ثاني يختر لي حياتي يعني أنا أحس أني لأني ما كان عندي اهتمام للعباية أبدا يعني بعضت نفسي عن الموضوع كحاولت قد ما أقدر فما عندي كثير شي أقوله عن العباية أتوقع في بنات كثير يقدر يتكلموا أكثر عن هالموضوع بس هذه هي كانت تجربتي وبس إن شاء الله أنه يعني استمتعت إذا عندكم أي أسئلة أو أي اقتراحات للفيديو الجاي فليز قلوا لي في التعليقات إذا أجبكم الريديو فليز اطولي لايك وسبسكرايب وزر الجرس لا تنسوا وعندي بيتريون إذا حبت تدعموني الرابط في الأسفل أشتركوا في القناة اشتركوا في القناة